السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانال وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع ان لله وانا اله يراجعون البقاء لله الموت يفاجئ محبوبة المغاربة داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن الفنان المغربية دنيا بطازوت فحد الانسان اللي عزيز وغالي على قلبها فخليكم معي اخوتي بشرفوش كنت وفات لها والسمعوش نزلات للحساب دير عبر موقع التواصل الجماعي انستغرام ودعواتكم مع خصيب الرحمة والمغفرة الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يتبس عن السؤال ويجعل مأوها الجنة ان شاء الله يا رب اعلنت الفنانة المغربية دنيا بطازوت عن وفاة جدتها وذلك عبر حسابها على موقع التبادل الصور والفيديوهات انستغرام ونعت الفنانة المغربية دنيا بطازوت جدتها بكلمات مؤثرة من خلال منشور نشرته عبر حسابها بالانستغرام قائلة اسألكم الدعاء لجدة الحبيبة توفيت صباح هذا اليوم جزاكم الله خيرا وان لله وان اليه راجعون وتفعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الخبر الحزين حيث عبروا في التعليقات عن تعاطفهم ودعمهم للفنانة بطازوت وقاموا بتوجيه الدهاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة وحاولوا مشاركة الفنانة في حزنها ومحاولة تخفيف الألم الذي تشعر به في هذا الوقت الصعب ولم يقتصر التعبير عن التعازي على التعليقات العامة بل بعض الأشخاص قاموا بمراسلة بطازوت عبر الرسائل الخاصة معبرين عن دعمهم وحزنهم في مواجهة هذا الحدث الألم وتجمع دنيا بطازوت علاقة قوية ومميزة مع عائلتها وخاصة مع جدتها التي رحلت عن عالمنا كانت الجدة دعما أساسيا ومحفزا دائما للفنانة وكانت تؤمن بقدرتها على تحقيق النجاح وتصدر عالم الفنانات في المغرب ويظهر ذلك في تفاصيل الصور والفيديوهات التي نشرتها بطازوت على حسابها حيث كانت تظهر بصور عائلية جميلة تجمعها بجدتها وزوجها وتحرص الفنانة دنيا بطازوت دائما على الحفاظ على العلاقات العائلية القوية وتشارك جمهورها بتفاصيل لقائها ووقتها الممتع مع أفراد عائلتها وإن لله وإن إليه راجعون تعزين الحر للفنانة المغربية دنيا بطازوت والعائلة ديالها الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محبة تصبر ودعواتكم مع خطيب الرحمة والمغفرة الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يتبتع عند السؤال ويجعل مأوها الجنة إن شاء الله يا رب فهنا خطينا نوصلنا نهاية الفيديو شكرا على حصل المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة